وإلى أخبار كورونا هذا الفيروس اللي استطاع إقلاق العالم في شهور قليلة لكنه ألقى بظلاله بقوة على إيران اللي كان لها الحصيلة اليومية الأكبر وسجلت أكبر عدد من الوفيات خارج الصين اللي ظهر فيها الفيروس إيران أعلنت اليوم عن 63 وفاة إضافية بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة فتم رصد 958 حالة إصابة جديدة وهذا اللي بيرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9000 حالة ويبدو أن عدد الإصابات المتزايدة اللي ضمت أيضا أسماء كبيرة في البرلمان الإيراني دفع السلطات إلى محاولة التعمية على الوضع ودعت إيران اليوم أنها وصلت لدواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا وقالت وزارة الصحة الإيرانية أن الدواء المحلي لعلاج المصابين بكورونا أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقله لافتة إلى أنه من المبكر الحكم عليه وتقيمه بالكامل وأضافت كمان أنه يمكن إنتاج هذا الغدواء في غضون ثلاثة أسابيع طيب بالمناسبة حتى للحظة ما في أي لقاح أو علاج لفيروس كورونا الجديد معترف فيه عالميا بس علماء في مختبرات أدوية في أنحاء العالم قاعدين بيحاولوا وبحسب الأرقام هناك أكثر من 20 لقاح محتمل بيهدف إلى الوقاية من فيروس كورونا وبيجري تطويره في جميع أنحاء العالم وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية أيضا سبق وتعهدت مؤسسة بيل وميلاندا جيتس ومؤسسات خيرية كبيرة أخرى تقديم مبلغ حيصل إلى 125 مليون دولار للمساعدة في التسريع بتطوير لقاح لفيروس كورونا الجديد طيب للحديث أكثر عن موضوع ادعاء إيران لعلاج كورونا وعن الجهود العالمية أصلا لإيجاد دواء لهذا الفيروس ينضم إلينا من باريس الدكتور وحيد أحمد اختصاصي أمراض صدرية أهلا فيك معنا دكتور وحيد هل سمعتوا عن هذا العلاج الإيراني؟ أهلا وسهلا فيك الواقع لسه ما في أخبار عن أي علاج أكيد للكورونا كلها عبارة عن نظريات وما في أي شيء أكيد في الوقت الحالي لكن فكرة أنه الآن الإيرانية ممكن يكونوا بيشتغلوا أنا سمعتك دكتور وحيد فكرة أنه الإيرانية الآن بيشتغلوا على دواء وقالوا أنه يمكن إنتاجه في ثلاثة أسابيع هل هذا فعلا شيء منطقي في عالم الطب؟ ممكن لأن الفيروس الكورونا معروف من فترة طويلة يجد جائحات متلازمة الشرق الأوسط للقصور التنفسي ومتلازمة ساخس للقصور التنفسي بـ 2002 و2013 فعندنا فكرة عن الفيروس الكورونا والفيروس الكورونا الآن هو قريب من فيروس كورونا سارس تبعا لـ 2002 فلذلك ممكن أن نعتمد على الدراسات الماضية ونعمل لقاح متناسب مع الطفرة الجينية للكورونا الحديث الآن المستجد وممكن نلاقي علاج بناء على الدراسات التي ساويناها من قبل نعم دكتور وحيد كلامك الآن المفروض يكون أنه مطمئن وبتقول أنه ممكن لكن لاحظنا أنه خلال الفترة الماضية كل التصريحات على مستوى الدول يعني بتقول أنه ما في لقاح قبل نهاية السنة ما في العلاج قبل نهاية السنة إذن ليش هذا التأخير إذا أنت بتقول أنه لا من السهل أو من السهل صناعة مثلا لقاح خلالة أسابيع يعني الواقع الموضوع معقد شوي على المستوى العالمي يعني هذه الجائحة قريبة من الجائحات الأخرى التي صارت من كم سنة الموضوع هنا أن الإصابات بكورونا فيروس ما هي خطيرة جدا يعني حوادث الوفاة تقريبا 0.5 إلى 1 بالمئة هلأ ارتفعت شوي إلى 3 بالمئة الإصابات 80 بالمئة تقريبا كلها إصابات خفيفة زي الرشح العادي والأنفلونزا يعني الأنفلونزا بتقتل أكثر بكثير من الكورونا فيروس وعننا فكرة تامة عن هذا الفيروس هذا بس الآن ما وصلنا بعد للحيوان اللي بينقلوا بشكل أساسي في تكهنات عن بعض الحيوانات في الصين لكن الطفرة الموجودة في فوعتها ما هي قوية جدا ولذلك الإصابات الخطيرة قليلة فبتصوري أنه إذا فيه جدية بالموضوع ممكن أن نتوصل لعلاج واللقاح بوقت نوعا ما سريع لا بس دكتور وحيد يعني أنت كلامك اللي بتقوله الآن يعني كأنك بتقول أنه حتى أنه ما فيه اهتمام جدي بهذا الموضوع سواء من ناحية علاج أو مثلا لقاح للوقاية رغم أنه كل دول العالم بتتكلم في هذا الموضوع وكل رؤسة الدول بتتكلم في هذا الموضوع منظمة الصحة العالمية يعني تقريبا كل دولة بتتكلم يوميا بتقول معلومات عن الموضوع يعني نحن واقعين بصراحة الرشح والأنفليونزا والغريب مشاكله وحوادث الموت وإصاباته أكتر بكتير من الكورونا لكن فيه شيء بسيكوز أو خوف أو رعب من هذا الموضوع لحتى يتطور ويعطي نتائج متفاقمة وخيمة في المستقبل لكن لو أخذنا الأمور بعين الاعتبار وفقا لما حدث سابقا الأمور بدها شوية تعقل وشوية تنظيم وإن شاء الله بنتوصل بسرعة للقاح والعلاج إن شاء الله يا رب نحن بنشكرك على هذه المداخلة كان معنا من باريس الدكتور وحيد أحمد اختصاصي أمراض صدرية